المترجم للقناة المترجم للقناة الحدود مفتوحة هذا طب بضائع للعراق من كل أنحاء العالمية قبل فترة شفت بضائع خس جاي من الصين جاي شون وصل الخس من الصين للعراق طبعا نتيجة نظام سياسي فاشد زائد النظام انتخابي ولدنا مجموعة من الفاسدين كانت تدور في حلقة مفرغة حركة التبديلات التي كانت تكون على مستوى السياسة داخل البلد هي انتقالات من رقعة إلى أخرى ليس أكثر ولم تولد العملية السياسية واشخاص كفوئين وجذيرين بنقل العراق إلى منطقة اقتصادية جديدة وموارد اقتصادية جديدة الاقتصاد يحتاجه راح حول هاي الفقر الموظفية الاقتصاد يحتاجه راح حول هل التقاعد الاقتصاد يحتاجه راح حول هذن المات العرامل والمطلقات ضايدوا حكونا على ذول وذول هاي الدولة الشغلة الثارية سافتروا عليما على قلب الشوارع الكيات مال الشارع مال التبليط أعطينا خمسمية دينار أعطينا ألف دينار هي العالم من يلها عمودة عيش هي العالم تباوع على هذا النفط هي العالم تباوع يقل لك نازل أخذ حق وشنو الحق غير حق حصت من النفط زينتا فوق هاي كله فوق ما مطي حق تأخذ من عدة إحنا بلد مستهلك وما نصدر أي شغلة بس نستورد ونستهلك فقط ونصدر بس النفط فإحنا عايشين عن النفط فإذا نخفض النفط يعني أنا ونروح يعني إحنا 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 عدنا نفط و75 من الشعب العراقي فقير صح ماكو دولة فقيرة بالعالم بس بظل ثورتك النفطية مستحيل تعيش عائلة فقيرة مستحيل فإذا ذهب النفط إحنا ونروح اشتركوا في القناة